يبدو أن الهجمات الأخيرة في أوروبا فتحت الباب لمخاوف أجهزة الأمن في عدد من الدول الأوروبية والتي بدأت في عمليات موسعة تهدف إلى إحباط نشاط الجماعة المرتبطة بتنظيمات إرهابية واصطورود أنباء حول تهديدات بهجمات إرهابية وشيكة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال قال إنه سيتم تفعيل دور الجيش لحفظ الأمن في الأماكن العامة وذلك في أعقاب توقيف 13 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية ويرى ميشال أن إشراك الجيش سيرفع من المستوى الأمني في الوقت الذي تم إقرار إجراءات لتقوية التدابير الأمنية في بلجيكا يأتي ذلك في إطار عمليات أمنية تهدف إلى إحباط نشاط مجموعات إرهابية في بلجيكا تستهدف رجال الأمن وفي هذا السياق ألقت الشرطة الفرنسية القبض على نحو عشرة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تدبير الهجمات الإرهابية في باريس الأسبوع الماضي وسائل الإعلام الفرنسية أفادت بأن المعتقلين يشتبهون بمساعدة الإرهابيين في تزويدهم بالسلاح ونقلهم وعلى النهج الفرنسي كان الحال في جاراتها الألمانية بحيث كشف ممثل النيابة العامة في العاصمة برلين أن الشرطة اعتقلت شخصين خلال عملية أمنية كبيرة بتهمة الإعداد لعملية إرهابية كبيرة في سوريا وتجنيد أعضاء جدد في صفوف ما يسمى بتنظيم الدولة المخاوف الأوروبية تتزايد خاصة مع إعلان مسؤول استخباراتي غربي أن هناك ما لا يقل عن عشرين خلية نائمة تابعة لجماعات ومنظمات إرهابية تضم أكثر من مائة وثمانين مشتبها مستعدة بالفعل لشن هجمات في عدد من الدول الأوروبية إجراءات احترازية عدة على أصعدة كثيرة تتخذها السلطات الأمنية في أوروبا في الوقت الراهن جراء مخاوف كثيرة لرصد نشاطات الجماعات الإرهابية التي قد تستهدف المصالح الأوروبية في الداخل والخارج